تشتهر دولة الكويت الشقيقة بالكثير من المواقع السياحية التي تعكس حضارة وماضي دولة الكويت العريق والممتد عبر السنين وتمتلك الكويت الكثير من المقومات السياحية الرائعة ومناطق الجذب الفريدة التي يحكي كل منها حكاية عن تاريخ وعراقة الكويت التقرير التالي يرصد أبرز المواقع السياحية في دولة الكويت تمتلك دولة الكويت الشقيقة عوامل جذب سياحية عديدة تهدف لمنح الزائر لها رحلة مميزة لا تنسى مشاهدين نستعرض معكم أبرز الأماكن السياحية المميزة في دولة الكويت الشقيقة أبراج الكويت وهي أحد المعالم الحضارية المميزة وتقع على الخليج العربي في منطقة شرق مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي هو منبر للتبادل الثقافي ومحطة للإبداع والتفكير الحر في الوطن العربي ومنصة لاستحضار الهوية الكويتية وإعادة تشكيلها من خلال الوسائل الإبداعية الحديثة فيها متحف الكويت الوطني يعد من أهم المتاحف في دولة الكويت ويحتوي على مباني تراثية ذات تصميم معماري مميز ويعد من أفضل وأشهر الأماكن التي تحافظ على التاريخ والتراث في الكويت وهو نقطة جذب لمحبي التراث والثقافة حديقة الشهيد تقع الحديقة على أطراف مدينة الكويت وتروي قصة الأرض وتاريخها وثقافتها مما يجعلها أكبر حديقة حضارية في الكويت حديقة البوليفارد هو مشروع سياحي ترفيهي في منطقة السلمية ويتكون من مركز تجاري يحتوي على العديد من المحلات التجارية العالمية بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق وقرية مطاعم ونادي الصحي ومسرح خارجي وقاعة متعددة الأقراض جزيرة فيليشة تعتبر هذه الجزيرة واحدة من أشهر الجزر التاريخية في الكويت وتقع في الركن الشمالي القربي من الخليج العربي على بعد 20 كم من سواحل مدينة الكويت سوق لمبركية يعد السوق وجهة سياحية مميزة ويتيح للزوار فرصة للاستمتاع بتجربة تسوق فريدة من نوعها كونه يضم العديد من المتاجر التي تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والحرف اليدوية الكويتية مشاهدين هذه كانت بعض الأماكن والمعالم السياحية المميزة في دولة الكويت وهناك المزيد من المعالم والأماكن التي تستحق الزيارة فدولة الكويت ليست مجرد وجهة سياحية بل هي تجربة ثقافية غنية تتيح لزوارها التعرف على حضارة عريقة وتاريخ مشرف تتابعين ترجمة نانسي قنقر